بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير في حلقة جديدة من برنامج زي اي يوم التربية الحديثة سمعت الجملة دي كم مر ما بيجيش عليك وقت كده ساعات وتقول اي هي التربية الحديثة طب تفرق ايه عن الطريقة اللي احنا تربنا بيها و احنا صغارين التقل دي بيت بفتح انستجرام و فيسبوك و تيك توك و سوشال ميديا عمتا تلاقي كمية بلوجرز من الامهات وفيديوهات الامهات بيقول ان هم بيربوا ولادهم تربية الحديثة ويقعدوا يشرحوا بقى و يطلعوا ولادهم معاهم و الواحد بيبي يدحك يقول هل هي التربية الحديثة دينية بس تبقى على السوشال ميديا بس طبعا ده مش دايما ساعات برضو الواحد بيبقى مصوط هو يشايف كده امهات مع ولادهم و بيقول ياريت كل الامهات تكون كده متفهمة وبتعرف وتاخد وتدي مع ولادها و رايبة منهم وبتديهم مساحة حرية اكبر على صفحتهم على الاقل زمان كانوا بيقولوا ان اساليب التربية التقليدية هي الاحسن و هي اللي كانت اغلبها بتعتمد على الشدة بالشبشب بالشماعة علشان الولاد يطلعوا كده اصحاب شخصية قوية و يقدروا يباجه لكن اليومين دول بقى فيه تربية جديدة و ده اللي خلينا نسأل السؤال هل هي الطريقة دي مخرجتش مثلا عالة مقودة كثرة و نجوم كل واحد في مجاله و كانت فشلة يعني ولا كانت سبب في ظهور جيل ناجح و متفوق في شغله في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن التربية التقليدية القديمة و التربية الحديثة اللي بتعتمد على فتح الحوار مع الاطفال و تجنب العقاب و الضرب و السريخ و التهديد و طبعا حدف الشبشب هيبقى معنا النهاردة ناس كتيرة من على السوشيال ميديا نتكلم معاهم على التربية الجديدة و التربية على السوشيال ميديا مفاهيم السلوكية يا صدق يا كذب هتلاقيها في كل الثقافات في كل الديانات في كل الدول يا احترام يا عدم احترام يا رقية يا عدم رقية مفهاش اي تجديد غير ان احنا بس بنعطي شوية مسميات ان هي تتماشى مع الاعلام مع السوشيال ميديا مع جذب انتباه الانسان ولكن هي في الاساس اسمها التربية السليم او التربية الصحية او كيف تربي انسان او كيف تصنع انسان ناجح انسان عنده انسانية انسان بيشعر بغيره بيعتمد على نفسه بيساعد غيره عنده قلب صافي تجاه الاخرين عنده رحمة للحيوان والانسان والنفسه ازاي ما تربيش انسان نرجيسي او انسان اللي هو اناني اللي هو النرجيسي اللي هو الموازي عنده اللي هو ده ده الكلمة السوشيال ميديا نرجيسي وتوكسيكو الكلام ده اللي هي عندنا في علم النفس اسمها سايكوباتي دي من ثلاث قرون من اول ما بدأ علم النفسي يصنف علم معروف يا ايه والانسان السايكوباتي والمؤذي لغيره بدون اهداف او بدون سبب معين بيئذي الناس ازاي طلع الانساء الطفل ما عندهش كل المشاكل النفسية تجاه غيره حقد تجاه غيره كل دي اسمها التربية السليم ايا كان بقى اسمها ايجابية صحيحة اي مصطلح اتقال عليها بس يا ازاي تربي صح لو بنتكلم عن ان الام ازاي تربي بربي ان انا بكون وثقة في الطفل بحاول اقرب له بيكون بيننا صداقة مش رقابة بيكون في انا الداعم ليك اللي هو احنا بنسميها الامن النفسي بيكون انا دايما موجود معاك بحاول اعلمه الاول الصح من الغلط وبعد كده اعاقب مش اسيبه للطبيعة ولما يغلط اعاقبه حتى جزئيت كمان عدم استغلاله عطفيا اللي هو انا بعمل عشانك انا بشتغل عشانك طبيعي انك تشتغل عشانك وعشان نفسك وعشان اولادك وعشان لازم اي انسان طبيعي يشتغل ويكتهد في حياته الابتزاز العطفي نبعد عنه انا بتعب عشانك انا بتحمل حياتي السيئة عشانك انا سكت للناس لا خالص انا ما احملش الطفل مشاكلي ان انا مش ادرح لها انا كواحد كبير جزئية اخرى احترامه امام الاخرين مهما ان كان صغير الاعلاء من شأن تصرفاته برضو مهما ان كان صغير اختيار التغذية السليمة شيء مهم جدا في التربية لانه موازي لتغذية الخلايا العصبية فبالتالي بيكون فيه طفل مستقر جزء من الاستقرار النفسي والانفعالي والعصبي الاكل الصحي تقبل الطفل ايا كان شاء تقبله احنا بنجد بعض الاسر اللي عندهم طفل من زاو الهمم نجحوا في تقبل الطفل اكتر من اللي عندهم طفل طبيعي لان هم عندهم تقبل للامر عندهم رضا بالامر عندهم فهم ان انا دي امكانياته 50% انا هستغل ال 50% في واحد امكانياته 90% بس الام والاب مشغولين بحاجات تانية الاب مشغول بالسوشيال ميديا الام مشغولة بمتابعة الاب المشغول بالسوشيال ميديا وكله سايب الاطفال وفي الاخر ولك الاطفال فين فهنا لأ الناس بتنشغل قوي بجمع الفلوس عشان اقدر اجيب عربية كويسة اقدر اجيب سكن كويس مش عيب ان انا احلم واطمح ان انا يبقى عندي ده ولكن عيب ان انا يبقى عندي تقصير شديد في المهام الانسانية الاخرى اللي عندي وهي تربية ابنائي مراعاتهم الوقوف دائما بجوارهم والاهتمام بهم واحتضانهم الاحتضان مهم جدا الاحتضان النفسي والاحضان البدني القبولات بين الولدين والطفل مهم جدا الاهتمام بالمفاجآت وبالكلمة الحلوة مهم جدا في التربية احنا بنلاقي حد امكانياته بسيطة الشكلية والعلم ولكنه عنده ثقة في نفسه مش برور هو ثقة اللي زرعها فيها اهل وانت حلو انت كويس لان احنا حبيناك كده وتلاقي انسان ناجح جدا مهما وصل حاسد انه ما وصلش لحاجة في حاجة اسمها رأي استرشادي وفي حاجة اسمها فعل علاجي يعني رأي استرشادي اللي هو انا باخد رأي المعالج زي ما حاجة دلوقتي بتكلمي معايا ده رأي استرشادي ممكن لبعض الامهات يسترشدنا به يعني انهما في تربية اولادهن الامهات وليه بقول الامهات لانه بقول الام هي الاساس الاب بيشتغل والام برضه بتشتغل والحياة مشاركة ولكن دايما بنقول الام هي الاصل وده اصل تشريف يعني مش تكليف يعني مش انه هي لازم عليها لا هو مش لازم هو ده لانه هي الاقدر على ادارة مهمة الرعاية والحنان والحب ده اكتر من الراجل عموما يعني فده استرشادي ممكن تلجأ مرة كل سنة انه تفهم بس مرحلة المراهقة ده ممكن نستعيد به ببعض البرامج الهدفة اللي تقدر توضح لنا بعض الناس المتخصصين وليس كل من ظهر على السوشيال ميديا هو فاهم لا احنا متكلم على المتخصصين اللي درسوا اسأل مرحلة المراهقة ايه مرحلة الطفولة اتعامل معها ازاي دخول الجامعات اقدر اتعامل مع بنتي او ابني ازاي ممكن نلجأ له ده كرأي استرشادي والرأي الاخر وهو الاحتياج للفعل العلاجي ظهور اي سلوك غير مقبول او غير متوازي مع الاسرة او سلوك زيادة عنف الزيادة مع اخواته حركة الزيادة مع اخواته اذا ظهر التصرفات غير يعني متفهمنا يعني السرقة تكرار السرقة يعني كل شوية ديقولك انا مش لاقي فلوس في محفظة هو بيغير الحاجة في مكانها هنا يبقى ده عنده سرقة مرضية بتظهر في ست سنوات فهنا لازم الجأ للمتخصصها وانا ما اقدرش هنا اعمم ولكن انا بقول اي سلوك خارج نطاق الاسرة والاقران يعني طفل عنده سبع سنوات اخوه بيهزر معاه بدل ما مثلا مقبول شوية نوية يدفعه بأيديه ولكن مش مقبول انه يجيب كباية ويكسرها ويبقى رد فعل عنيف لا هنا تكرر وبرضو عشان الناس بتكرر السلوك من ست لتمن مرات وفي بعض مدارس علم النفس بقول لتناشر مرة بس انا اعتقد ان كافي قوي تكرر السلوك ست مرات بنفس الكيفية سواء العنف سواء الانتواء الشديد سواء الكاذب المتكرر سواء السرقة سواء الحديث بشكل سلبي عن الحياة وعن الاسرة فانا من البداية اي فعل زايد عن الاقران ببدأ الجأ للطبيب علاته الطبيب متخصص وليس اللي هو اي ان كان المسمى يعني لأنا عايزة طبيب متخصص دارس في جامعة دارس حاصل على شهادة متخصصة في علم السلوك او العلوم او امراض العقلي لازم ايجاد نشاطات موازية يعني عشان انا قدر اسحب التليفون من ولادي لازم اوجد لهم نشاط موازي خاصة اللي بنتكلم في الصيف احنا هنقول مثلا في الدراسة هو ما بيبعثه التسكس عليها وبيبعثه المواعيد والجروبات والكلام ده كله اوكي ده مش هنقدر يعني نلغيه او ننفيه من دماغنا بعد طبعا فيه مواقع محترمة وقنوات متخصصة قنوات مدرستنا يعني طبعا الطفل طبيعيه والاسرة تشوف البرامج اللي هي التعليمية فبتستخدم الموبايل ولكن انا عندي هنا ايجاد نشاط بديل ايه هو النشاط البديل ان انا خليه يرسم يقرأ يلعب رياضة يخرج يعمل حاجة في البيت فانا هنا لازم اكون معا